موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في هذه الجولة عبر قناة الجزيرة مباشر يتأثر قطاع غزة من خفض جوي قوي وماطر وبارد في نفس الوقت في ظل هذه الأجواء تتكشف كثير من الحالات الإنسانية الصعبة في قطاع غزة في هذا المكان حيث أتواجد في منطقة جحر أديك وسط قطاع غزة وأمام هذا المنزل الذي ستشاهدونه أمامكم فقط سقف هذا المنزل من الصفيح أما جدران هذا المنزل من الألواح الخشبية التي تستخدم في البناء ولكن نظرا لسوء الحال والأوضاع الاقتصادي الصعبة هذا المنزل كما تلاحظون تم إنشاؤه بهذا الشكل سأدخل إلى هذا المنزل وأستطلع حال أهل هذا المنزل كما تلاحظون حتى تقسيماته هي من الخشب يعطيك العافية حجة حجة بدأ أسألك حدثين عن أوضاعك الاقتصادية كيف بتعيشوا في هذا المنزل الواضح أنه كله من الخشب ولا يوجد فيه حتى وسائل أمام إحنا هاي دهو زي ما أنتوا شايفين كل الحيطان كلها خشب والزينجو يعني إش مش بتدفيش من مرة هدا هي ها شريطة يعني إش لو بدها تدف مش هتدف الأولاد جما بغطيهم جما ببدفيهم على الفارد البرد بخش من بين الخشب لو نمفتح الخشب كتير يعني هاي كوا شايفين وين مكان كان من هاي زي ما أنتوا شايفين بتنقط معي بعرفش شفا ولا أنا أي من الأولاد وإحنا مش واحد ولا اثنين 13 نفر هدا هو وفيش شاشندا هاي زي ما أنتوا شايفين هدا هو بحط الفارد من جو من فوق ولما يكون في مطر قوي بتخش من بين الخشب بيين إنه الخشب مبلغ هدا هو مفتح زي ما أنتوا شايفين جما بسكر فيه بشرايط أو بشوادر لكن على الفارد إش بغطيش من زي الحيطة وزي ما أنتوا شام فيش شبه بيك ولا فيه باب كمان كل دار زي هيك ها طيب حاجة بدا سألك كم عددكم انتم في البيض 13 نفر 13 نفر خليني اطلع بره بس شوية عشان لأضاءة طيب حكي لنا عن حالكم كيف بتعيشوا كيف الوضع المعيش عندكم والله أنا كنت جوز كان أوليش سجين وماخد قرض وهدا هو بسدد فيه وبعج 3 مليون بس اللي بخدهن من كل المصارى 13 نفر 3 مليون بس اللي بيجيبهن مش راح يتكفل واللي كان يساعدنا ده هو مصاب ونايم يعني إليك ابن مصاب برضو؟ هاي صاوب في العودة هاي هدا هو زي ما تشايف هدا هو مرمى هو اللي كان يعني كل يعني اشتغل شوية اسبوعة اسبوعة لأ يعطينا هلفين نصيب وراح يتسوق فيه 13 نفر يعني كان يشتغل في شو بالزبط؟ في البيار في حديد وينما كان صاحله شغلي يعني يروح ويجيب لي اذا خب صاحله خمسين صاحله مليون هلفين نصيب يجيبوا سوق فيه لاخوته زي هيك زي ما تشايف انتم عددكم 13 نفر اه احنا كنا 13 نفر طيب اه انتم يعني في منطقة زراعية موجودة الان ما بتخافوا يعني من موضوع الزواحف والحشرات؟ نعم والله بخش علينا يعني في اللي بتبقى تقولي البنت فيه فار هاي عند راسه تعالي تقيميه ولا تاكي شي طيب كيف بده قيمه؟ تقمى بنحط يعني هاي شايفة صب بس صب مش يعني قوية دوب الفار بخرجوا بطلع فيه طولي اللي بتبقى تخبط لها الحيطة عشان يكش يبقى عنها طيب انتم الان اللي منعكم من البناء الوضع اللي ما بيتبقى من راتبكم شي شي يعني ما انتا شايف قلت المصروف يعني فيش بتكفيش ايش 3 مليون بنا نبنى فيهن ولا بنا نشتلى الولاد اواع ولا بنا نوكل فيهن ولا اش بضل الشاشة طب خلينا ننتقل للمطبخ نشايف المطبخ برضو خشب اه وهذا يعني امر خطير قد يكون لانه اه ممكن يعني اي خلل اي مشكلة تسبب بالاحتراف هذا هو من فوق كمان شايف تكون بنقط فوق الاكل زي ما انتا شايف وفيش عند غاز وعلى هذا بشتغل يعني لو بخاف يعني وانا بكون بطبخ بخاف الولاد يجي جنبه يخاف ما ينحرق يعني الخشب طب لما ما يكونش فيه كهرب اش يعني عالنار عالنار فيش اصلا من اساس عندي غاز هي البربيج الغاز هذا هو فيش عنده طيب اه الزوجك كان ما اسير عند الجانب الاسرائيلي اه كم سنة يعني كان مااخد تسعة سنين وبس طلع منهم طيب اه شو منشدتك للناس للعالم للجهات المسؤولة شوفوا يعني عشان هالصغار يعني ازا بقدروا يعني يتبرع يبنونا الدار او ايش ما يعني يعني فيهم بخير يتبرع ايش مجا يعني للدار عشان عشان الطفال هدولي يعني منها السجعة طيب بالنسبة لهم الاطفال يعني انا شايف حتى البرد واضح عليهم لو صورتهم طيب اه انتم الان اه الوضع واضح انه سيء وصعب والاطفال يعني ايش ما فيه كمان لهم ولا رجليهم ولا واعم طيب شايفهم ولا من يوم ما خشينا هانا صار البنت راح شعرها محل شعرها يعني صار فيه جردوم والتهبات ما انتا شايف كيف الجو عنا وانحنا في خلات وعلاجتها كذا مرة عود عود راه عود من هانا شعرها تك البنت تديك وهذا البنت مش عافي شو طلع فيها ومش للاقي راح يحكمها من يوم ما جينا هانا طيب انتم الان الوضع واضح انه سيء وصعب والاطفال يعني هدول كيف يعني غير الامراض اللي حكيت عنها في البرد انت ايش بتعمل معهم كأم يعني ايش اللي بتسوي معهم والله ببقى اغطفيهم انت شايف ولا فيه دفاية جامعة لو بدا حد دفاية على الفاضة فيش باستارة شايف كيف مفتوحها تحت الولاد المصاب كمان يعني هاد استار فيش وراها اشي الخشب هذا مفتح لعج اه وفيش شباك اصطارة محطوطة بمصير هوا شفت هاليومين البرد كتير كان لكن والله قام احط الاصطارة وماكن فيها على الفاضة كنت والله هالشبكة بملاقص شا ما تطيرش لكن على الفاضة طيب ايضا الثلاثة مليون اللي تكلمت عنهم ثلاثمائة شاكل هل يعني بستطعاتكم انه تشتروا مثلا على الاقل الاكل تبع البيت لا والله ده بكفناش بيجي بكون ازا حدا عليه حاجة باديهو ماشي ايش بيضلش بيضلش ايش عندنا ولد صغير كمان بده بنبز بده بنبز ولا بده حليب ولا بده اكل وعالفاض يعني كان لوم الولد علي بس ها قيت خادي والله من يوم ما الصاوب لا حتى بيجي لمكن شهرين ثلاثة مرح تشعس المعيلة الاساسي لكم الصاوب هدا هو مصاوب من يوم ما الصاوب محدش يدور علينا حتى انا حد شجاء والله اليوم هدا هو راح يصور على رجله هاي الصورة مش لاحمة من مرة لانو فيش ار... من بعالجهوا حلي يعني اه بيجو طبق بالحدود اه بيجو على البيت اه بيجو بخدوه برجعه الرجله مش لاحمة لانو فيش غزة لو بده غزيهو بده غزة والا هدول بده غز المصاوب بده غزة الاولاد اللي صغار الطفان يعلى هدول بصيحوا طيب ما في مؤسسة ولا في جهة خيرية اجت شافت البيت؟ لا لا فش الا مرة واحدة ما عملوش اشي؟ لا لا حتى الان ما حد شراني علي ولا رجوع كيف من قسم البيت انت؟ يعني شايف اكثر من غرفة؟ هنا اربع وض هنا واحد هيتين تان وجوا واحدة وهي الصالون هان بس والان في كهرب مش شايف انا لا لا فش كهرب فش دواي في كهرب جاي بس بتخافي من موضوع المي اه؟ بخافي من المي صح يصير ماس يصير ايش الولاد فش يعني اش بده يمسك فيه وفش دواي كم لكم على هذا الحالة؟ بجينا لقيتها ست سنين ست سنين ست سنين انا هيكا وقدمت مناشدات كثير وما في نتيجة؟ ما فيش نتيجة وكنا على الرمل بس بكتش الناس حنت واحد يا صاحب جوزة وكان يصب وزاد معا وعطانا اياها نتفي هيكا اش خفيف من الفران بس لكن على الفاضة طيب وجه رسالة الان لاي جهة ممكن تطلع لحالكم؟ يعني اذا في ايان واحد يعني فاعل خير يشوف هالطفال هادول يحن عليهم يبنينا اياها بس الدار يبنيها يساعدنا يعني كما يقدر يساعد في البناء يساعدنا في نصيب طيب شكرا لك اذا مشاهدين هذا واقع اسرة من الاسر الفقيرة كما تحدثنا المنخفض الجوي والامطار يتكشف من خلالها حال هذه الاسر التي تعاني فقر الشديد كما تحدثنا سقف هذا المنزل من الصفيح حتى ضوضاء الامطار لا يعني تساعد هؤلاء الاطفال على النوم غير ان البرد القارس لا يوجد ما يحجبه عنهم وعن هذا الشاب المصاب الذي هو المعيل الوحيد لهذه الاسرة وهناك كثير من الاسر الفلسطينية التي حالها مثل حال هذه الاسرة وان كان هذا الحال قد يكون مر عليه لأول مرة ان اجد منزل من الخشب يعني هذا الخشب الذي يستخدم في البناء ولا يستخدم يعني الا في زاوية واحدة قضية البناء اما هذه الاسرة استغلته في يعني تقسيم المنزل وانشاء هذا المنزل كما اسلفنا لا يوجد عوامل امان لا من الكهرباء ولا من العمل في المطبخ ان جازلا ان نسميه مطبخ في هذه الصورة مشاهدين هذا واقع اسرة من اسر قطاع غزة التي تعاني ولا تزال وتنتظر ان يكون هناك حل لازمتها التي تعاني منها خلال ما يقارب ست سنوات الى هنا مشاهدين من هذه الجولة دونتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة